بشار الأسد ضعيف وفاسد والسوريون لن ينتخبوه ليس وصف لبشار مما يصفها عادة القنوات المغرضة بل ذاك بعض ما أوردت وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية التي يحل لرجل تسميتها بالإعلام الحليف والرديف سلسلة تقارير نشرتها الوكالة تباعا في أقل من ثلاث ساعات أسهبت في الحديث عن عجز بشار عن محاربة الفساد الذي ينخر نظامه وألمحت لسرقات متنفذيه التي طالت حتى المساعدات الروسية المخصصة للسوريين أحد التقارير الذي وصف الوضع الاقتصادي في سوريا بالسيء للغاية فالندم زاعم نظام أسد بأن زيادة تقنين ساعات الكهرباء ناتجة عن تعطل أبار الغاز بعد المواجهات مع داعش في بادية السخنة بل على العكس تماما اتهمت تقارير رئيس حكومة أسد عماد خميس بجمع المال من تصدير الكهرباء إلى لبنان وذلك بعد زيادة الانتاج في حقول حمص من الغاز ليخلص التقرير للقول إن بشار غير قادر على كبح الفساد وتهيئة مناخ اقتصادي في سوريا التقرير الثاني للكالة الروسية فقد كان عبارة عن استطلاع للرأي بين السوريين أظهر تراجعا لشعبية بشار الأسد إلى 32% على خلفية الفساد والمشاكل الاقتصادية في البلاد وهنا يأتي التقرير الثالث الذي حمل عنوان الفساد أسوأ من الإرهاب وأكد أن نظام أسد يفتقر للإرادة السياسية مضيفا أن عائلة بشار ليست الوحيدة بالسلطة فهناك عائلة مخلوف التي يقول التقرير إنها أسرة غنية ومؤثرة وقد يؤخذ رأيها في الاعتبار عند إعداد القرارات السياسية والاقتصادية في دمشق ثم تمنير أن تقارير ويكرة الأنباء الفيدرالية الروسية المملكة لما يوصف بطباخ بوتين تهدف لإجبار نظام أسد على تقديم المزيد من التنازلات الاقتصادية التي توازي الدعم الروسي لبشار الأسد وعلى الجانب الآخر لا يستبعد كثيرون أن تكون تلك التقارير تعبيرا عن نفس روسي بشأن بشار واحتمالية إزاحته في أي تفاهمات محتملة خاصة أن الإعلام الروسي شمولي ولا يوجد فيها مندوحة للرأي الآخر وهنا تحضر سلسلة المقالات التي كتبها الدبلوماسي الروسي الفلسطيني الأصل رامي الشاعر والتي حملت انتقادات لنظام أسد وتعاطيه مع القرارات الدولية حول سوريا ومن أبرز تلك المواد مع عنوانه الرجل المقرب من الكريملين سوريا حبلة بالبدائل وليست عاقرا بالتوريث ترجمة نانسي قنقر